في المعادلة السياسية متغيرات كثيرة بعض رموزها مجهول والآخر معرف ولكنها في نهاية المطاف ستنتهي بحلول جذرية لتحقق المبتغى في بلاد الرافدين من بين تلك الحلول ما يخاطب العقل والروح وما يرجح لغة الدين فوق لغة العنف لذا كان تفاعل جمهور منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إنشاء تطبيق باسم السيد الصدر على منصتي آيفون وأندرويد توقيت زمني مطلوب وهذا رأي يرجحه المتابعون سيما الذين طفقوا بالمعادلة السياسية ذرعا فأرادوا لجوء إلى الدين الذي يرشد إلى تحكيم لغة السماحة والسلامة التطبيق الذي حقق تفاعلا واسعا في الأوساط الاجتماعية سيما الجماهير التي تتابع كل أشاردة وواردة من خطابات المرجع الديني السيد الكبير محمد الصدر والذي يشرف على تطبيقه الجديد السيد مقتدى الصدر وتحديدا عندما انتشر تريند آيفون من قبل متابعين على النظام أندرويد وتفاعلهم الإيجابي عند معرفة سهولة الاشتراك بالتطبيق عن طريق نظامي التشغيل في الهواتف الذكية رسالة أراد بها زعيم التيار الصدري أن تنتشر لتحقق فائدة يريدها لجميع أبناء العراق اشتركوا في القناة